أنا كنت اتكلمت مع حضراتكم عن تصريح لأحد أعضاء رابطة الأندية من حوالي يومين ثلاثة كده واللي كان بيقول أنه ما فيش بنود تخص تأهل الأندية لدوري الأبطال والكونفدرالية لو تتذكروا لها في ليحة الدوري للموسم الجديد وأنا استعرضت مع حضراتكم هنا البنود الكاملة من واقع الليح وحضرت أن مثل هذه التصريحات بدون قراءة الليحة ممكن تعمل بلبلة في الوسط الكاروي ولكن حتى أنا بصدت يوميها بالليل بعد ما اتكلمت في هذا الأمر لقيت يوميها بالليل حد طالع أحد الإعلامين طالعوا بيتكلم عن العنوان بتاع أحد أعضاء الرابطة وأن الليحة فعلا ما فيهاش هذا البند يا جماعة اقروا بصوا على الورق واقروا الأول قبل ما تطلعوا تتكلموا اقروا وبصوا على الورق شوفوا الورق بيقول إيه محدش متوقع أن حد عضو في الرابطة ما يكونش أرى الليحة أو ما يكونش أرى لاحة الدوري فكده أمو مستندين على تصريحه من غير ما يبصوا هو من غير ما يبصوا هما ويأمنوا نفسهم كمقدم برامج يعني فالحقيقة أنا قلت الكلام ده ما عرفش يعني حسيت أن ممكن الكلمتين دول يعملوا بلبلة فعلا بالليل يومها بالليل حصل هذا الأمر لما لاقي نفس العضو بيتكلم في التلفزيون في أحد البرامج على الهواء مباشرة على الهواء مباشرة بأنه ضد تجربة الإنجليزي مارك كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام من قبل ما ييجي أصلا هو العضو رافض وجود عضو في رابطة الأندية طبعا رافض وجود مستر كلاتنبرج أو خبير أجنبي من الأساس تخيل حضرتك أن أحد أعضاء رابطة الأندية اللي هي المفروض بتدافع عن مصلحة الأندية الثمنتاشر واحد منهم طالع بيقول أن الخبير الأجنبي ده لا يصلح أو ما ينفعش في مصر أوكي على فكرة هي قد تكون وجهات نظر لكن وجهات النظر دي لما تطلع من أحد أعضاء الرابطة يبقى في حاجة يجب أن يتم الكلام فيها يعني تصرحين في أسبوع الحقيقة يعني أو في يومين وراء بعض ده أنا أسف أنهم يعني كمان مش في أسبوع دول في يومين وراء بعض التصرحين دول طالعين عاملين مشاكل كتيرة جدا وكلام كتيرة جدا وكلام كتير جدا وبيتقال أنه بياخد فلوس أكتر من اللي بياخدها الحكام كلهم وأنه حيغرق الدوري بحكام أجانب على فكرة ما عنديش منع أن حضرتك تقول رأيك الشخصي ما فيش مشكلة خالص بين قوسين هنا أنا بقول الرأي الشخصي لكن حضرتك لما تكون عضو في رابطة الأندية المحترفة اللي هي أصلا أول من دعم فكرة استقدام خبير أجنبي للإشراف على لجنة الحكام يبقى في حاجة غلط هنا مش رأي الشخصي ده اسمه إثارة جدل وإدرار بمصلحة كرة القدم المصرية وحاجة بتتعمل أو بتتقال ضد رغبات الأندية اللي المفروض اللي حضرتك أحد ممثليها في الربط أفتكر أنه كان في حلقة من الحلقات كان نظيفي النائب أحمد دياب رئيس الربطة المحترفة وده كان في بداية الموسم الماضي وقال هنا في الستوديو أنه أكيد مع فكرة استقدام خبير أجنبي للجنة الحكام وأنا أعرف أنه فيه ثلاثة أربعة كمان اللي أعرفه بجوء الرابطة يعني على اتصال دائم بيتكلم معاهم برضو كانوا موافقين على قصة الرابطة وذلك بسبب الأخطاء المتكررة للجنة الحكام أثناء رئاسة كابتن عصام عبد الفتاح فرابطة الأندية الحقيقة بتقدم مجهود عظيم لتطوير مسابقة الدولة الممتاز لكن إزاي يكون أحد أعضاءها بيصدر التصريحات لها تأثير سلبي على شغل الرابط مرة أخرى قبل كده يعني كان بيتكلم أن اللايحة لم يقرأها يعني ما قراش اللايحة اللي تكلم عنها في الأساس والمرة دي عن الحكام وعن كلاتنبرج على فكرة هو رجل محترم جدا جدا لكن ما عرفش والموضوع غريب جدا حتى لو لك رأي شخصي ممكن نقوله في قعدة ممكن نقوله في مكان لكن نقوله على الشاشات وقدام الناس أعتقد أنه ما عرفش هل ده صحة ولا غلط برضو أنا في الجزء الأخير من هذه الحلقة حيكون معاين وقدنا ريادين الكبار الأستاذ عصام شالتوت والأستاذ محمود صبري نتكلم معاهم في هذا الأمر هل الرأي الشخصي في هذا الأمر عادي ممكن جدا يطلع يقولولي عادي ويقولولي لا إسلام أنت كلامك غلط تمام سمعا وطاعة وما فيش أي مشكلة في هذا الأمر لكن وجهة نظري أني أنا بشوف أني لا يصح أن أحد أعضاء رابطة يتكلم عكس الرابطة مش مش عشان أنا مثلا الكابتن عصام عبد الفتاح صاحبي أطلع أتكلم عن أن التجربة دي فشلت على فكرة التجربة دي ممكن تفشل بالمناسبة يعني تجربة كلاتنبرج مهي ممكن تفشل لكن ننتظر نشوفها هتفشل ولا هتنجح عمرها ما هتبقى أسوأ من اللي شفناها سنتين اللي فاتوا عفوا ليه لأنه وده مش كلام الإسلام ولا كلام النادي الأهلي ولا كلام جمهور الأهلي فقط ده كلام 17 نادي لما يبقى 17 نادي من 18 مش موافقين على أو عندهم مشاكل مع لجنة الحكام لا يبقى في حاجة غلط 17 نادي من 18 نادي لا يبقى في حاجة غلط ولما الربطة تسمع كلام النادي الأهلي أو بلاش تسمع كلام النادي الأهلي واما الربطة مقترح من النادي الأهلي أو من أي نادي بلاش النادي الأهلي عشان برضو نادي الأهلي بيسبب حساسية لبعض الناس لكن مقترح من نادي داخل الربطة في مصلحة الكرة المصرية تم الاستجابة ليه هل ده معناه احنا طلعنا أولا قلنا ما قلناش الأهلي انتصر واش عارف ايه وابتاع عمرنا ما بنعمل كده ده حاجة في مصلحة كرة القدم المصرية شوفوا كم بيان صدر من رؤساء الأندية أو من مجالس إدارة الأندية السبعتاشر اللي موجودين في الدورة لانتقاد لجنة الحكام ورئيسها وحكامها السنة اللي فاتت هتلاقي حاجات كتيرة جدا 17 نادي مش موافق من 18 يعني نادي واحد فقط هو اللي عجبه الشكل لكن 17 عايز أقول لحضراتكم الإسماعيلي أصدر بيان الجونة أصدر بيان قبل ما ينزل إسترن أصدر بيان الاتحاد سكنداريا أصدر بيان وعلق على الحكام أم بي علق على الحكام كل الأندية تقريبا علقت على الحكام مش نادي الأهلي فقط فلماذا يتم محاربة كلاتنبرج من دلوقتي ما نصبر شوية خلي بس الدورة يمشي شوية نشوف الدنيا هتمشي زي بالمناسبة من نهاردة تلقيت اتصال كمزيع في قناة نادي الأهلي تلقيت اتصال من الأستاذ محمد عراقي الأستاذ المنصق الإعلامي في اتحاد كرة القدم وقال لي أن بكرة كلاتنبرج عامل اجتماع مع مقدمي البرامج علشان يشرح لهم طريقة شغله السنة اللي جاية ويشرح لهم ايه التغييرات اللي هو عاملها او التغييرات اللي حدثت في قانون كرة القدم في خلال الفيفا في الفترة الأخيرة عشان الموسم الجديد يعني اعتقد ان ده كلام محترم جد جد على الاقل الواحد لما ييجي ينتقد هيبقى عنده كلام مكتوب انا انا غالبا يعني بحاول ان شاء الله انا عندي موعيد بكرة كتير لكن هحاول الصبح ان انا اروح علشان اكتب كل الكلام ده ولو ما روحتش هعرف كل اللي تقال علشان اكتبه ويبقى هو ده اللي انا ماشي عليه بحيث ان هو لو تم تغييره او حصل فيه حاجة اقدر انتقد ويبقى ليه حق لان حضرتك اللي قلت فالمبادرة الجيدة ان انت حضرتك تتكلم مع الاعلامين هي مبادرة جيدة جد لماذا يتم محاربة الرجل من الان ليه حضرتكم عايزين دايما او بيحاول البعض ان يصدر المشاكل لكلاتنبرج من دلوقتي المشاكل جاية جاية بتصبره ما تخلينا نصبر وخلينا نقف في ظهر بعد خلال الفترة اللي جاية علشان الفترة اللي جاية فترة صعبة وبالمناسبة كل اللي بيحصل ده في مصلحة كرة القدم المصرية كل اللي بيحصل ده كلنا مبسوطين بيه بالمناسبة هو لما الحكام تبقى كويسة الاندي الاهلي هيبقى زعلان عادلة انا اسف لما الحكام تبقى عادلة في حتى في ظلمها حتى في ظلمها بتبقى عادلة المساواة في الظلم عادل هتلاقي كل الانديا مبسوطة لما الحكام يتطور مستواها الانديا كلها هتبقى مبسوطة مش نادي واحد فقط من 18 هو حضرتك بتراضي نادي ولا بتراضي 18 نادي وانا هنا برضو ما بتكلمش على اسماء اندية انا بتكلم على ارقام وحاجات واضحة للجميع حضرتك عايز ال 18 نادي يبقوا مبسوطين اعتقد كده ده اللي انا فهمه ان رابطة الانديا دورها ان ال 18 نادي يبقوا مبسوطين على قد ما نقدر يعني او تكون هناك عادلة في كل شيء لل 18 نادي اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتحاد وكل الانديا ده المفروض علشان احنا دخلين على دوري قوي جدا الكل يريد ان يفوز في الدوري القادر الاهلي بيتطلع لعودة الدوري مرة اخرى زمالك عايز يحافظ على الدوري الاسماعيلي عايز يرجع ياخد الدوري اه بيرامدز نفس الكلام بيدعمه عنده لعيبة وعايز ينافس على الدوري بعد الفلوس الكتيرة اللي عمال يتفحها فيوتشر نفس الكلام عايز يحسن مركزه اه طلع الجيش نفس الكلام جايب اه صفقات مهمة حتى الانديا اللي لسه صعدة اسوانه الدخلية وحرص الحدود عندها عامل اه اه صفقات كبيرة جدا ومش غريبة عن الدوري الممتاز وبالتالي هو دوري قوي جدا يحتاج الى عدالة تحكمية هذا الدوري يحتاج الى العدالة التحكمية انا متخيل لان عندنا حد بقيمة مارسيل كولر حد بقيمة فريرة حد بقيمة جاريدو حد بقيمة بقية المديرين الفنيين اللي موجودين بالمناسبة حد بقيمة طرق العشري حد بقيمة علاء عبد العال حد بقيمة احمد سامي مش الاجانب فقط حد بقيمة ايهاب جلال انا بتكلم للكرة المصرية بشكل عام مش بنتكلم على حاجة واحدة فليه دايما لما نلاقي كده تصريحات انا بشوفها تصريحات غريبة في اوقات غريبة ومريبة فالحقيقة اتمنى ان يكون هناك نقطة نظام لما يحدث في رابطة الاندية مع موضوع الحكام يجب ان يكون هناك نقطة نظام او وقفة ونقطة نظام في قصة التصريحات دي لانها زادت عن الحد في يومين ورا بعض تصريحين من نفس الشخص بيعملوا مشكلة كبيرة جدا قبل بداية الموسم ده كلام كنت لازم اقول لحضراتكم لانه واضح ان فيه محاولات لافشال تجربة هذه التجربة طب سيبوا راجل يشتغل بعد كده نشوف الدوري من المفترض ان هو حد يوم 18 فبعد يوم 18 انا متأكد اصلا مفيش لجنة حكام في الدنيا مفيش مشاكل فانا متأكد مليون في المية انه هتحصل مشاكل فسيبوا راجل يشتغل لغاية يوم 18 وبعد يوم 18 حل ألف حلال هو احنا هو احنا جايبينه ليه علشان هو الراجل ملحقش علشان نحربه ده احنا اللي جايبينه وحضراتكم يعني كلاجنة اندية مع التحاد كورة جبتوه بتدوله فلوس بتدوله بالدولار علشان تحربوه فقال لي من شهرين او من تلات شهور من شهر تسعة تقريبا لغاية دلوقتي والغريبة برضو وجهة نظر يعني انه كان يجب ان يكون هناك موقف لاتحاد كورة القدم كلاتنبرج نفسه لازم يبقى شايف وعارف ان هناك من يحميه علشان يعرف يشتغل بشكل جيد يجب ان يعلم ان هناك من يحميه في اتحاد كورة القدم اتحاد كورة القدم كله لكن المفاجأة انه خلي بالا حضراتكم العضو اللي قال كده اللي بيهاجم كلاتنبرج اتحاد كورة القدم هو اللي مرشحه للربط بالمناسبة يعني فيمكن عشان كده اتحاد كورة القدم متكسف انه هو الكلام بس دي ما فيهاش كسوف هي فيها تجربة ويجب ان احنا كلنا نقف حوالينا هذه التجربة مش بكلم على كورة اميركا شخص لكن بكلم عن تجربة وجود خبير اجنبي لتطوير التحكيم شوفوا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم دلوقتي الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم دلوقتي ممكن بعد يوم 18 غيره ده مش معناه ان انا بقول كلام لكن اللي بقوله في هذا الامر ان هذه التجربة تجربة جيدة خلونا نشوف ايه اللي حيحصل فيها بمنتهى الشفافية والامانة عشان نطلع نقول وجهة نظرنا ونقيم ونتكلم ممكن نقيم نقول انه فشل فعلا والناس اللي قالت كده كان عندها بعد نظر ولكن من انتظر شوي حنفضل دعمين لهذه الفكرة فكرة وجود مشرف اجنبي على لجلة الحكام علشان نشوف التطوير دي وجهة نظري انا بدعم هذه التجربة مش شخص كلاتنبرج ولكن بدعم تجربة وجود خبير اجنبي مشرف على التحكيم خلال الفترة القادرة